في القرآن برضو لا نفرق بين أحداً من رسله نعم نعم تمام؟ يعني رب معناها تلك الرسل بعدين فضلنا بعضهم على بعض تمام طيب عند ربنا مش عندنا ولا إيه لا لا نفرق بين أحد من رسله أنت لما تآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تآمن بموسى كما تآمنين بمن؟ بعيسى بعيسى كل الأنبياء لهذا من الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مثل ما تآمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قصب عنك تآمنين بموسى وعيسى طيب ليه ما بقولش بقى يعني زي ما بقول سيدنا محمد ليه ما بقولش محمد صلى الله عليه وسلم ما بقولش ليه عيسى صلى الله عليه وسلم عادي تقدر تقولي صلى الله عليه وسلم عادي ممكن أقولها يعني تقدر تقولي صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم تقدر تقولين نعم نحن أحيانا نقول عليه السلام لأن بعض العلماء قالوا عرف عن نبينا بالصلاة والتسليم وعن أنبياء عليهم السلام وعن الصحابة بالرضا وعننا بالرحمة هذا ما نصه نوي أظن فلكن بعض العلماء قالوا بعض العلماء خلنا أكمل بعض العلماء قالوا لا بأس تقول عيسى عليه الصلاة والسلام علمتي لكن لماذا نحن خصصنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلونه على النبي يا أيها الذين أموا وصلوا عليه وسلموا تسليمه لكن ليس معنا هذا أنه لا يجوز على عيسى لا نفرق بأين أحد من رسله كلهم جاء الصلاة والسلام بس حضرتك قلت إن الكرآن بيفسر بعده وفي آية أخرى بتقول وبشر الصابرين لذلك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة بالضبط كده وهم أكيد صابرين لأنهم أنبياء فإحنا ممكن نقول عيسى عليه الصلاة والسلام طبعا 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 طبعا